اشتركوا في القناة وبالوسائل الحديثة المركبات الفضائية ثبت انه خاصة بعد ان وجدت مراكب مركبات فضائية والمكوكات اللي يدور باستمرار حول الارض واللي غادرت قسم منعتها الارض الى المجموعة الشمسية اكدت الصور الناتجة على ان شكل الارض كروي عند سطح البحر عند ظهور السفينة واقترابها لا نشاهد اولا الا الصاري وبعد ذلك مقدمة السفينة واعلاها وانتم تظهر السفينة عندما تكون على شاطئ البحر فتشاهد انت من بعد لكن الاي بعد منهم البعد الوضوحي فالبعد التلاشي لا ترى فيه شيء وان بعبادين لما تتقرب السفينة شيء انت شيء نحو الشاطئ او المرتى فتشاهد من عدها ما ارتفع منها كيف تشاهدها لانه العين مثل ما قلنا احنا هي محد لها سمتوصلوا الى علم العين جميع الاطباء لانه شون ترى الشيء كروي على بعد بالتلاشي لما تتقرب الى وضوح الرؤيات شوفها عدل فهذه نفس الطريقة انه يؤديك اياها فانحنا لما احنا موجودين على الارض فانحنا قريبين الى الارض فانحنا اذا انشاهد بنصف العين لان العين لو قسمناها بالنصف القزاحية فانشاهد الى الاعلى مسافة اكبر والى الاسفل مسافة اقل سنة التسعة وتسعين صار كسوف نعم فالشمس كسوف كلي فارحنا الى الموصل لان هناك في الموصل صعدنا الى دير مار متى فهذا يرتفع 3600 قدم عن سطح الارض اخذت الشمس ان تختفي شيء ان فشيء وين بالنسبة الى كتلة القمر لان القمر الكتلة مالته هو نصف كتلة الشمس فالقطر ماله مليون ومئتين الف كيلومتر والشمس القطر ماله مليونين واربعمائة الف كيلومتر الارقام اللي ذكرها فيما يخص كتلة القمر احنا بادلة علمية وبقوانين والاعتماد على قوانين في الفيزياء وعلم الفلك تمكن العلماء من الاستدلال على كتلة القمر وهي سدس كتلة الارض لذلك قوة الجذب المسلطة على الاجسام الموجودة على سطح القمر وهذا ما اكده رواد الفضاء حين انتقالهم الى سطح القمر وتأكد لهم بان القمر الكروي كانت الجاذبية قليلة هناك وهي اقل من جاذبية الارض بستة مرات فلذلك الاوزان هناك تكون سدس الخصوف والكسوف والغروب والشروق وتغير الفصول كيف تحدث هذه الظواهر والارض غير كروية على حد تعبيرك الشمس بالنسبة الها هي اللي تدور حول الارض لانها هي الاصغر من الارض بموجب الايات القرآنية انت هل يوم من الايام رأيت الشمس كيف تتحرك انا رأيتها تتحرك الشمس كيف تتحرك الشمس حركة واحدة في كل اربعة وعشرين ساعة لانه انا لما احتي احتي عالعلم القرآني هو يحتي لي عالعلم اللي انا رفض اساسا وهو علم وهو العلم الحديث اللي درسوا النبي وهذا علم بدأ لم يكن له اي حقيقة في القرآن الكريم لانه ما توجد اي اية في القرآن ترمز الى كروية الارض او دورانها فكل شيء اللي ما يرمز الى شيء بالقرآن فهو